غدات إعادة تكليف الشيخ جابر المبارك بتشكيل الحكومة الكويتية الجديدة تواصلت الرسائل النيابية الموجهة للرئيس والتي تمحورت حول دعوته لاعتماد الكفاءة كأساس للاختيار والابتعاد عن المحاصصة واتباع نهج جديد يرتكز على توزير أكبر عدد ممكن من النواب وهو ما دعا إليه النائب رياض العتساني على سمو رئيس الوزراء أن يغير النهج الذي استمر فيه بالفترات السابقة واتباع نهج جديد وتشكيل حكومة بناء على الكفاءة وأيضا الأصل بالدستور مادة 56 أن يختار الوزراء من أصل النواب والاستثناء من خارج المجلس الأصل أن يكون الوزراء من مجلس الأمة وأنا بالنسبة لي على أساس أكون واضح أنا ما أبي منصب وزاري لكن أتكلم على أساس تكون حكومة صلبة وحكومة قادرة على المواجهة أن تحقق القانون والتنمية والعدل والمساواة ولا تكون حكومة ترضيات وتعينات عشوائية وتخبطات ومخالفات وتحالفات سياسية ترجمة نانسي قنقر